النهاردة كان فيه مباراة في دوري المحترفين وكانت المباراة ما بين النصر التعدين وبيترجيت في ملعب النصر التعدين في أسوان وقدر بيترجيت بقيادة الكابتن سيد عيد أنه يكسب النهاردة النصر التعدين 2-1 في ملعب النصر التعدين دي أهداف المباراة طبعا بيترجيت بالتشيرت اللابني وأحمد رضا تقدم لبيترجيت بالضربة الرأسية اللي احنا شايفينها وبرضو هدف التاني كان عن طريق اسماعيل بامبا لبيترجيت اسماعيل بامبا برضو الهدف التاني وبعدين في الشط التاني قدر النصر التعدين يحرز هدف عن طريق متولي جمعة هدف حلوة قوي في المقاص خدع الطاير كده ببطن رجله في الركنها كده في المقاص ولكن قدر بيترجيت يحافظ على تقدمه 2-1 ويفوز بالمباراة ويحافظ بيترجيت على صدرته لدوري المحترفين منفسة شرسة جدا في دوري المحترفين حرص الحدود وبيترجيت ووادي دجلة وغزل المحلة والسكة الحديد فرق قوية جدا بترون قصيوت عامل موسم مميز جدا حتى القلمع الكابتالي أحمد عبد المقصود وحوالي يعني 7-8 فرق قريبين جدا من بعض خلي بالكو الدوري ده هتلعب منه دور واحد يعني 19 جولة وبعدين هياخدوا من هم 20 فريق هياخدوا من الأول للعاشر يلعبوا دوري برضو من دور واحد على الصعود إلى الدوري الممتاز ومن المركز الحداشر للمركز العشرين العشر فرق دور هيلعبوا دوري برضو من دور واحد على البقاء في الدوري والهبوط فالكل بيجمع نقط وبيحاول يعني ماتشوات صعبة جدا كمان لفييننا برضو ماشيين بشكل كويس جدا الفترة اللي فات طبعا وكان معهم كابتن أحمد عيد وبعدين حصل تغيير في الجهاز الفني ومسك كابتن عبدالباقي جمال كابتن جمع مشهور رجع تاني فريق اتصالات كان قدم استقالته إدارة مصرية اتصالات رفضت استقالته ورجع تاني هيقود الفريق خلال الفترة القادمة بكرة عندنا ماتشين في الجولة العشرة من دور المحترفين أبو إير الأسمدة بقيادة الكابتن طبعا أيمن المزين هيواجه بروكسي بقيادة كابتن محمد حمد وكابتن أحمد سمير مدربين بروكسي المباراة تقوم في ملعب أبو إير الأسمدة في اسكندرية منطقة أبو إير في اسكندرية ولفينا بكرة في ملعبه في الملعب الأسيوتي هيستضيف المصرية الاتصالات أتشاط بكرة إن شاء الله الساعة 2 ونص طبعا بالتوقيت الشتوي